تمنوني بس السورة بدأت تظهر عندكم تمام تمام آآ النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم آآ هناخد في يونت ناين وحنركز المحاور اللي بيدور حواليه منها آآ آآ ايه الدرس آآ العنوان بتاع الدرس نعم وصل لهم الشير اخبرني شو وصل الشير مش وصل عندي ما وصل لهم طب يا احمد يا شعبان السورة واضحة عندك لا كده اختفت كده كده ظهرت اه كده ظهرت اه طيب في حد تاني غير ان استاذ فاطمة مش بصيل له الصورة الله وصلت ايه تمام تمام طيب فالعنوان آآ بتاعنا اللي بيدور عليه آآ الدرس هو البوربوس البوربوس اللي هو الهدف او الغرض محا بوربوس تمام القصة ايه القصة ان العربية دي او اي عربية جديدة بيعملولها اختبار بسموه كراش تيست اختبار التصادق تمام فالمفترض ان في مهندس او مدرب ومعه اتنين تقريبا من الطلاب بيسألوه على الموضوع اللي بيحصل موضوع الدرس ده داير حوالين كده عن طريق الاهداف بتاعت آآ آآ اللي هو الكراش تيست ده حيسأله الطلاب عليه او المتدربين عليه فبيقول لي في الحوار ان انت لو لقيت حرف الاي ده حرف الاي ده تمام ده ده بيشير الى ان انستراكتور انستراكتور ده او متدربين يعني متدربين متدربين يبقى لما تلاقي تي وان يبقى ده متدرب رقم واحد تلاقي تي تو يعني بتدرب رقم اتنين وتلاقي الاي ده يعرف ان انستراكتور اللي هو المدرب فبلاقي الحوار مع المدرب بيقول ايه للاثنين متدربين بيقول لهم the engineers have crash tested the car do you have any questions the engineers have crash tested the car do you have any questions ان المهندسون انهوا الاختبار بتاع التصادم للسيارة do you have any questions هل لديكم اي سؤال فالمتدرب الاول t1 trainer 1 قالوا يسير what was the purpose of the crash test what was the purpose هو كان الهدف ايه بالضبط من the crash test the flow of the crash test قلنا crash test ده اسمه اختبار التصادم اختبار التصادم لما العربية بتبع جديدة بعملوا الايه crash test ده فرد ال instructer قال لهم ايه قالوا to test the safety علشان نختبر the safety of the new s45 airbag systems ايه حكاية airbag systems في الديركسون بتاع السيارة لما بيجي يحصل عملية تصادم لقوا ان حالة الوفاة بتأتي من تصادم صدر السائق بالديركسون تمام والرأس بتاعته والهد بتاعته فعملوا ايه عملوا ان اول يعملوا بقى ايه سنسون حساس اول ما العربية تعمل عملية تصادم يطلع من الديركسون دوت airbag كأنها وسادة هواء تمام تتنفق لوحدها automatic كده اللي شافها في في افلام اجنبي فتحافظ على ان السدري بتاع السائق او جسمه يعني او دماغه تتخبط في الديركسون فاتوفى يعني يحصل له اصابة ولكنه لا توفى وهم بيختبروا العملية دي طب لما يحصل التصادم الاس فورتي فايف ده النظام الجديد اللي هم عاملينه في ال airbag system هيبقى اه كويس ولا وحش عشان كلاب اللهم ايه تو تست زا سفتي off the new s45 airbag system ايه اثر كوستشون عايزين تسأله حاجة تاني فاترانا النمبر الطوه قاله ايه واي دي دي انجينيرز يوز ادامي انزا كراش تست يعني هم استخدموا دميا ليه استخدموا دميا على هيئة انسان بالظبط على هيئة انسان يركبوه العربية تمام هي مش بتسوق ولكن بيحطوا عليها سينسور عشان يعرفوا نقطة التصادم اللي بتحصل للإنسان ومش معقولة يحطوا فيه التست ده بني قناة بحقيق فالترينر نمبر وان قال له واي ديت زي انجينيرز يوز الدومي دومي يعني دوميا خلاص انزا كراش تست في اختبار التصادم خد بالك بقى قال له ايه؟ لكي لا يجرح او يتجرح او يتصاب يعني انسان ودرايفر يعني سائق يعني مش ممكن احط انا في الاختبار دوت انسان فالترينر وان قال له why does the airbag inflate during a crash طب ليه الوسادة الهواء ديت ها؟ بتنفتح او تتنفخ اثناء التصادم قال له in order to in order to يعني بسبب برضو الحاجات اللي انا بنقول لك تحتملناها خط دي كده يا دي مهم to so as not to in order to in order to protect the driver's head and body علشان تحمي head بتاع driver رأس السائق والجسم بتاعه والbody to in order to قال له why do the engineers put sensors on the dome هم ليه بيحطوا السنسور دي اخدناها قبل كده؟ لحاجات ايه؟ مستشعرات حاجات مستشعرات اي اي اجزاء مهمة بيبقى فيها سنسور ايه السنسور ده؟ ده حساس جدا عامل زي ايه؟ عامل زي الكاتل بتاع الكهربة الكاتل بتاع الكهربة ايه؟ سنسور لما سيادتك تغلي المية تلاقيه في لحظة معينة هنفاصل الكاتل اللي خلاه يفصل هم حاطين سنسور عند درجة حرارة معينة يفصل تمام؟ والسنسور ده بيتركب فيه اماكن كتيرة جدا جدا واجزاء ميكانيكية كتيرة جدا 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 على اساس انها تبتدي لوحدها او تكتشف حاجات معينة فقالوا why do the engineers put sensors on the domain؟ طب هما ليه حاطين بقى في الدومية دي؟ كم سنسور كده حساسات ليه؟ قالوا so that they can measure علشان هما يستطيعوا ان هما يقيسوا it's movement الحركة بتاعتها during the crash اثناء التصادم اثناء التصادم طبعا بالتالي ده يقدر يعرفوا البني ادم عن طريق الدراسات ايه الدربات اللي فعلا اثرت فيه والعملت بحالة وفاة وكده ما هواش موضوعنا وانما هو الحوار بهذا الشكل ايه حد يقرأ بقى حد يقرأ فاطمة يلا شباب يلا شباب مش عايش خوف مين مع فاطمة هيقرأ سعيد كويس حد ثاني ايه وش مانز سعيد عمل ايه الحمد لله ازاي حضرتك الحمد لله استاذة فاطمة انت الانستريكتور وسعيد حيمثل التنيرا وT1 وT2 فضل فضل ثاني نسف واحد اسم ايه و Rig مانا مانا رفيديا رفيديا إذا كنت تقوم بإيجابة المزيدة بمن الأراضي كيف يمكن أن تقوم بإيجابة لسيطة الدخول؟ لماذا ينجيزون تقوم بإيجابة مزيدة في العمل؟ لأنه يمكن أن تقوم بإيجابة المزيدة في عملية الدخول طيب حدا تاني حدي شلوتين طيب الحمد لله كده احنا هنخلص الحاسة الحمد لله طيب نيجي بقى هنا من فضلك من فضلك نفتح كروسة ومعناه القلم عشان نركز على الجمل دي هنكتب مع بعض الجمل هنكتب مع بعض الجمل اكتب كده الجملة رقم واحد جملة رقم كام واحد اهو اكتب زي زي معنى ايه ولاد هم زي كراش تستد زكار هم اختبروا لايه السيارة اختبار التصادم ليه ها لكي لكي تو تست اتس سيفتي علشان يختبروا الامان بتاعها اتس سيفتي لهو امان امان السيارة امان السيارة نكتب مع بعض كده زي كراش تستد زكار تست اتس سيفتي خلص الجمل دي يرفع ايدو كده هم على مقلنا طيب يو زي كراش تستد زكار تو تست اتس سيفتي لكي يختبروا ها الامان بتاع السيارة طيب زي كراش تستد زكار ان اوردر تو لسبب ها هنه بقى نقوله ايه ده لسبب ان اوردر تو لسبب ايه هو عشان يعرفه عشان اختبره تست اختبار السيفتي والجملة التالتة زي كراش تستد زكار سو اس تو خد بالك بقى تلات جمل دول ها سو اس تو لما عرفت تست اتس سيفتي تلاتة دول خدهم بمحنة واحد تو هيجي معا ليه ها الفيرب تست شوف بقى الكلام كلامر بقى ها زي كراش تستد زكار تو تست ان اورد تو تست سو اس تو تست يبقى تو يبقى تو ييجي ورها ايه ييجي ورها منها الفيرب مصدر تمام خلصنا كده تلات جمل ثانية وده مجال سؤال وهقول لك ازاي بقى او ما بيدو لك ايه السؤال يعني ايه اللي بيخليهم يغاملوا اختبار التصادم ها تو تست اتس سيفتي ان اورد تو تست اتس سيفتي سو اس تو تست اتس سيفتي كل ده معنى واحد لمعرفة السبب لكي كل ده معنى واحد خلصنا تلاتة مستر لو سمحت احنا اتو والاوردر تو دي وسو اس تو ايه يعني مناخد الجملة الاولانية مع اللي جانبها او اللي تحتها كده مش منحط تو على تو ساعة لا تاني التلاتة دول احنا ننقضوا واحدة 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 فيهم بالتلاتة انا قصد يعني مش كل جملة نحط قدامة تو لا مش كل جملة هنحط تو احنا هناخد دلوقتي لو انا لو انا عايز اقول لو انا عايز اقول زي كراش تست اتزكار هاخد جملة هي تو تست اتس سيفتي خلاص ادي واحدة هي ماشي خلاص التانية بقى الجملة التانية معنى معنى الجملة الاولانية ذي كراش تست اتزكار ايه ان هما اختبروا التصادم للسيارة ها لكي يختبروا الامان بتاع السيارة تو اهي التانية السبب التانية اذا كانوا عايزين يعرفوا او عايزين يختبروا الامان بتاع السيارة تمام اي والتالتة سؤاس تو مش معنى كده ان التلاتة ييجوا مع بعض لا لا دي جملة واحدة ودي جملة تانية مستقلة ودي جملة تالتة ايه مستقلة سواء دي كانوا واضح كده ولا لسه ايه نسه خلاص طيب يبقى انا نقول لو انا كانت تو او ان اردر تو او سؤاس تو يبقى ده اجماليا هو السبب اجماليا هو مين السبب طيب لو جالي في الامتحان بقى لي they crushed they crushed tested the car so that كلمة that ييجي ورا منها زي ما يجيش ورا منها ايه الفرب ييجي ورا منها ايه they so that they could in order that مش وهنا فيه in order to the two the two في حد ذاتها ييجي بعد منها الفرب على طول that في حد ذاتها ييجي ورا منها زي على طول in order that so that they could test it نعم مين سعيد 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 بقى in order to او so as to خلاص نتافك على كده نتافك على كده نتافك على كده نعم انا لقيت و جايب لي بقى ايه هنا قال لي قال لي ايه قال لي so so that تمام تمام وقال لي choose قال لي choose so that يجيب لي مثلا لو قال لي test ولا زي ولا car انا بعلمك حاجة بقول لك لو قال لك so that تختار مين زي زي اختار زي واضح واضح تمام طيب واحدة واحدة كنا نفهمها في الجملة الرابعة والخمسة هنفهمها مع بعض يبقى انا قلت نفس الكلام they crash tested the car number four الجملة number four تمام so that they could ها لذلك حتى يستطيعوا ها test safety انه ما يختبروا الامام بتاعها ها يبقى انت وعايز تقول لنا دلوقتي لما نلاقي زات ناخد زي تمام in order زات طب ما هنا كانت in order two تفرق بقى اللي حيجي بعد two test واللي حيجي بعد زات مين زي واضحة يبقى كده برضو كام ادي خمس جمل وخلي التلاتة القرنين لوحدهم زي ما هو الراجل معلمنا وحاطت في الكتاب تلاتة لوحدهم عشان يقول لك two بتاخد معاه test مباشرة اجرع test مباشرة خلاص طيب لو هو جاب لي جملة لو هو جاب لي جملة كده تمام وقال لي اختار in order in order two ولا in order z هشوف اللي ورا منهم لو لقيت بقيت الجملة كده test اخد ميلة شباب in order two هناخد two طيب جميل طيب لو انا لقيت بقيت الجملة they could اخد in order z in order z تمام ماذا z could مرتبط مع بعضها صدور نعم z could مرتبط مع بعضها لا z بس مكن z اي حاجة تانية لا هي z could هي z could او z would ماشي they could او they would انا مرتبطكش انا بكود انا بطك بمين انك انت اول ما تلاقي z لو اول ما تلاقي z تدع مين z يبقى دي اربعة وخمسة كده كتبنا خمس جمل يا رب الناس كلها تكون كتبت الخمس جمل حد يديني اوكي كده كتبنا الخمس جمل كتبناش تعيد رافع اليك في حاجة فاطمة عبدالله رافع دي افي حاجة اه رافع اليك عشان كتبت الخمس جمل تمام فاطمة كتبته كتبته تمام انا كتبته تمام نيجو بقى اخدوا بالكم شايفين الاولان اذا in order to هيجي ورا منه ايه ها ver test in jail in jail يعني يصاب او يجرح يجرح او يصاب ها عايز ان فيها عايز اخش عن نيجاتيب بقى اقول in order not to in order not to برضو متجيش ورا منها زي تيجي منها مين ها verb يجي ورا منها verb so as اهي شالة to وحتى not to ده نيجاتيب ده نيجاتيب يعني ايه نفي ده نفي يعني يا مستر النوت تيجي قبل مين قبل to طب وما زلنا الحوار الشغال على الوراء لكلمة to يجي مين يجي verb يجي verb to اذا ممكن اجيب لك في الامتحان ايه not order to ده غلط جملة غلط تمام يجي order not to اركز هنا امتا بتيجي not اركز امتا بتيجي not يبقى كده وصلنا لسبعة يا مستر احنا ممكن ناخد واحد واثنين وثلاثة وبعديهم ستة وسبعة علشان دول اسبات ودول نيجاتيب خلاص ماشي براحتك انت حر ذاكز بالطريقة اللي انت عايزة بالطريقة اللي انت عايزة يعني انا مثلا واحد يقول لي خلو مستر مستر انا عملت ايه انا خدت دي نمبر وان نمبر تو نمبر ثري وخدت دي مستر نمبر فور وخدت دي نمبر فاير وخي مفيش مشكلة نوبروبلا رتبهم زي ما انت عاوز بحيث ان انت خدت هنا لايه ها الاسبات الافرميتف وخدت هنا مين النيجاتيب مفيش مشكلة رتبهم زي ما انت عاوز انا بفضل الترتيب اللي انا كتبت له هنا مستر قلت لنا وراء ذات يجي زي زي كود زي يود طيب في النفي بتاع ده في النفي بتاع ده هاي بقى ايه سو ذات قد بالك بقى زي يود نوت اه النوت جات في الاخر هنا النوت جات قبل تو سو ذات زي اه يبقى انت صح احنا معنا بقى عليه وراء ذات يا مستر تجي زي خلاص طيب واحد يسألني سؤال كده لو لا بيقول لي تبلور منها وين اخدها ذات وي اه ذات يو اه ذات هي ايو ذات شي ايو يبقى يبقى ذات دي وراء منها جميع ايه جميع الدمائر جميع الدمائر ايشان من يحل التمانين دلوقتي جميع الدمائر يعني مش شرط زي يا مستر لا مش شرط زي ممكن وي ها وممكن يو ها وممكن هي وهكذا كتبها ملحوظة عندك كتبها ملحوظة عندك بس من فضلك خلي في الآخر هو بينفي في الآخر ها هم استخدموا الدمية عشان ما يسيبوش الإنسان عشان ما يجرحوش الإنسان مش هرح أنا ببني آدم أحطه في العربية وعمله ليه ويعرف قوة العربية والبني آدم ده الله يرحمه ما ينفعش لازم يجيبوه في الدمية ويحطوها ويحطو فيها السنسورز اللي قولنا هي ويختبروها ويختبروها أي سؤال في الجزئي دي كده خلصت كم جملة تسعة تسعة جملة في حد يحب يضيف أي حاجة أو يسأل عن أي حاجة في الجزئي دي حد عايز يسأل نعم تمام تمام أي حد عايز يسأل الشباب ويابنات في الجزئي دي لأنها مهمة طيب نقولنا برضو النسبة للموعيد الأسبوع اللي جاي إن شاء الله آخرنا في موعيد الساعة ستة لأن كل سنة وأنتوا طيبين شهر رمضان استحال هتبقى الموعيد الساعة ستة فأتمنى أن نحن نتطفق على معاد يعني إحنا ممكن نخلص نخلص العشة والترويح ونشتغل قبل الفطار السلام وعليكم السلام ونحمة الله الحمد لله على السلام سلام وإحنا محتاجين برضو هنستنى نشوف فريق منص العشاء هيا يعملوا ايه أو هيتبقى معايدهم بس بالغالب هيتبقى معايدها ان شاء الله بعد الترويح ساعة وخلي بالك الدروب بتاع الساعة ستة ده ده مش عدد الطلاب اللي بيحضر معايا الانجليش أو الرياضة أو التطبيقات النزول انا مش عارف لحضرتك والله معنا بقول لك النزول ده انا حتى بالنسبة للطلبة العادية بتاعتي مش الكهرباء الهبوط ده هو عامل معي انا مشكلة والله فأنا برضو انا راجل ديمقراطي جدا يعني انخلصوا وشوفوا اراءكم ايه واللي انتم يناسبكم ايه وانا بص لو قبل الفجرة حبقى شغال ما فيش مشكلة عامل حتى حضرتك والله انا بسمع لحضرتك وانا في موصلات مش في البيت مش مركز مع حضرتك جامل برضو فدي عامل لي مشكلة بس بحاول يعني احضر بحاول يابقى متواجد يعني خلينا احنا ايه يعني مثلا على يوم التطبيقات كده انا اتفق وانتم برضو تكونوا حضرته مع البشمانس ممضوح وشوفوا هم هيشتغلوا امتى وانا ممكن اشتغل متأخر خالص مش مشكلة والبنات طيب هو هو بالنسبة لرمضان مثلا ممكن لو معاد حضرتك ينفع قبل الفطار مثلا بساعة انا صعب جدا انا صعب جدا هيبقى الصعب بس يوم عندي اه 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 فاهم تمام تمام انا هيبقى صعب طيب يبقى احنا خلصنا نشوف التامنين اللي بعد كده خلصنا دي وخلصنا دي بالنسبة للموعدين يعني من هنلصك كل موعد مع بعضنا كلنا وحنا قلنا هنلصك بعد الحصة شباب لا خلينا بس بعد الحصة الله يخلي لك عشان مع بعض الحصة بس في اكسرصيز فور بيقول لي ايه اعمل بيقول لي اعمل ماشي اه جمل اه صنجل فردية استخدم كل الكلمات and فردية in the box وانت ما تيجي تشيل صندوق اتني رجليك عشان ضهرك ما يتعبكش purpose الهدف don't strain your back عشان ما تقزيش مين ضهرك عشان ما تقزيش ضهرك فرحنا عملها ازاي بقى you should يبقى هو حط ايه زود ايه ركز معايا زود مين you should واشتغل عادي bend your knees when you lift load بغاية كدا اخذ القملا كله يبقى زود مين you should bend your knees knees اللي ارو بتا when you lift a load so as so as not to اخذ مين هو من هنا بقى so as not to اخذ دي strain your back وشال كلمة مين don't الجملة دي فيها نفي فاستخدم نفي نقولها تاني شال الجملة اللي احنا نعدوها مع نفسي احنا الراجل حط زود you should واحد واحد هيكمل منكم واحد واحد هيكمل منكم هو زود you should زود you should نعم you should دي جيبتا من اينا انا بجيبها من دماغنا اه ما عاشيني مثال امشي عليه يا سعيد هو هو حالي المثال ده عشان انا امشي عليه هو بيقول له bend your knees when you lift a load يعني اقتني رجلك لما تيجيش الحمل كبير الهدف انك انت ما تيجيش ضهرك فعايز يجب عليك bend كملها انا علمتلك على هو زود bend your knees when you lift a load so as not to strain your bed طيب يبقى هو اخد سؤاس انا مش حضر اخدها تاني هو اخدها هاي المرة ماشي طيب التانية برضو فيها ايه نفي التانية فيها نفي عايز استخدم حاجة فيها ايه نفي هنقولو ايه where a cab over long hair البس الكاب بتاعك تمام فوق الشعر الطويل الهدف don't cut you in a machine عشان شعرك ده ما يمسكش في الماكينة عايز حدي عشان انا مش شايف كل اسمع معاك مش منبس اشوف ممكن الناس تشارك معنا عشان نحسوا ان المعلومة بتوصل ولا ايه تفضل 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 سعيد هنقولو ايه you should wear cab over long here ايوة ماشي in order in order not to وراهضو عليك تمام تمام cut your here in machine بس كده خلاص تفاهمت اللعبة تفاهمت المطبوب طيب عد تاني الجملة اللي بعدها بقى شجونا جماعة عشان احمد شعبان اتفضل يا فاطمة اتفضل ان اشتوا ايما او اتفضل اشتوا كثيرين ان ام اشت اشتوا ام لا مش عايزين الكاب. مش عايزين الكاب. عايزين نام بسيط. اه اه. اختصارتي واخدتي الطوء اقل حاجة واسهل حاجة. مش كده? اي. تمام. طيب. حد ياخد دي? لا تخد دي. يلا يا ريم. يا ريم. صندس. يا صندس. تمام يا مستر. يلا يا صندس. تمام بصة ان لسه بجمع بصة حاجة وبرده تمام? جمعي والله ده انا مساهلة اخاه. تمام. اه. 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 خلف بلو بيرس استنى بقى. لحظة بقى. هو كده انا كده باش هنيمله. اه. وهاخد دي على دوء term. ماشي. هتاخدي. دي turned to? عبل منك طوء اه. اه. اه.mäßig ان دي. دي بعض اه. خلفا واحدة ب..... اه. اه. اه واحدة ازألات بعض. استنى بقى. اه. ان اردد. to ان اكسيدنت. اه نتكمل باتي هنا بقى. اه هو بيقول له استخدم السيت بيلت السيت بيلت دوت اللي هو حزام الامان ده. تمام? علشان تمنى انك انت ها في تدنع نفسك ان انت تنصاب في اه حادثة. طيب. اللي جاي اللي هيقول اللي جاي ديت الصراحة هيبقى ممتاز يعني. الصراحة. اللي هيقول دي ممتاز. اقول يمتاز. طيب يلا يا فاطمة. اقولي يا مستر انا. يلا يا فاطمة. يلا يا فاطمة. you should install a fire alarm in our factory so that workers can escape safely. اخدت لي سوزات. اولا زات تيجي بعدها الجملة. سواء زي او workers. خدوا بالكو. خدوا بالكو. احنا قلنا ايه الزات تيجي معناها ايه. زي. تمام? طيب هنا جات workers. طيب ها workers اللي هما زي. يعني هم العماء. يبقى لازم تاخد زات. ما هواش verb. واضح الحالة دي. يعني workers. او you. او he. او she. او زي. يجو بعد الزات. عشان كده هي قالت. so that workers can ايه? skip safety. خلي ما انتها منحطها دي بالله عليكم. مش شرط يجي زي. workers يجي معها ايه? زات. خلي بالكو علشان اللي تشوز بتاع اخر السنة. يلا سيد اللي خير. تمام شونت. يلا. يو شود. يو شود. ولا اقرأ الاول. يو شود دامنس. او ريوز. يو شود ولا دامنس? يو شود ولا دامنس? زي. اه. دامنس? اه. ار يوز. ار يوز. ان osc rest. تمام. ايه بقى? ممكن. ممكن اديтя ايه. منس. منس للناس يعني. ممكن اخد صوداته بارد. دي هومان. دي هومانس. هومانس. هومانس اه. ناخد ايه بقى? اقول اللي انت آيه. انا انا اف하게نا جامعا افكرناها. او ماذا؟ هي هيومنز هي جمعي ناس هتقولها ايه تاخد ان اردر تو طب انا حسهلها ان اردر تو ولا سوزات ولا ان اردر زات اردر زات عادل صحيح ان اردر زات او سوزات طب في حد بيسأل بيسأل وانا بتكلم اللي عايز يسأل ايه يعني ناخدها جملة منفية ناخدها منفية ايه احنا انا هنقوله ايه دوميز شود يوز ان او الكراش تيست مش منفية هم لابد ان انا باستخدم الدومية دي ياجب ان انا استخدمهم في الكراش تيست دي تمام طب ايه الهدف ما النص التانية يبقى نقول اه 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 ان حط بعدها لاللي قبلها اللي هي مش احنا قولنا بيتبقى فيتيجي في الاخر يعني احنا احنا بصينا هنا ايه مع ذات احنا اتفعنا على ايه وود؟ تمام. تمام. كده كده. تمام. كده من فيه والنط في الآخر. كده من فيه والنط في الآخر. كده. نشوف اكسرسايز. نبص شوية كده. على الشكل ده كله. الناس بتوعك الكهرباء ببعض. يعني الشكل ده. ووصل العناصر. ووصلهم ببعض. من الشارد الشكل اسفل. ده لام. وده واير سلك. وده باتري. واير. بلغ. فيشة. كابل. كابل سلك. ايرث ستريب. ده حزام ارضي. وده سيركت. يعني دايلة. وده كروكودايل كلاب. يعني مشبك. ايه المطلوب. ان انا. هوصل الجمل دي ببعضها. وبعد كده في الآخر. بعمل جملة. زي دي بالزبط. هنوصل كده. هنقوله زابلاج. هاز زابلاج. ليه الفيشة دي. هاز ان ايرث ستريب. يعني لديها ايرث ستريب. حزام ارضي. او توصيله ارضي. تمام? حتة دي الزغيرة دي. بنوصلها بنومرة. ثري. يعني بتوفى وتوصل بالارضي بتاع مين? بتاع الدريل اللي بتاع المثقب. بقى النومبر اي. ها? او لتر اي. هتبقى مع نومبر ثري. نومبر بي. اي. the drill is connected to earth. طيب. الدريل اللي ده. احنا وصلناه بالارضي. ليه? ننبر بي. نوصل لستة كده. it won't give you a shock if it's a damage. عشان ما يدلكش صدمة كهربية اذا اتحطم او قصر لك نفسه. let's see. the earth test is carried out. number one you can check that the strip is working علشان تعرف اذا كان ايه اذا كان الستريب ده شغال ولا لا number d wires are connected to the drill and the strip number seven the create a circuit علشان يكونوا الايه على الدائرة القهربية number a the wires have crocodile clips ليه هو عيب متوصل بcrocodile clips ده الكركوديل يعني تمساح يعني ده clip على هيئة ايه المشبك ده زي التمساح number a هتو توصل باتنين they grip the drill and strip ايه ببعض يعني بشدة if a battery is connected to the circuit number five it proves the power بتقدم لهم او بتوفر لهم الايه القهربة a lamp is added to the circuit اللامبة تحطت في السيركت في الدايلة number four you can see that the circuit is complete عشان تعرف وتأكد ان الدايلة مالها اا مكتملة اذا اضائل ايه اللامبة ده هو طالب مني ايه في الشغلانة دي كلها عايز يخليني كده the plug has an earth strip to connect the drill to earth شوف حتى بقى هنا ايه حتى هنا two يعني هو عاوز يخليني اربط الجمل السبعة دول مع بعض be it when order two so that when order that وإيه تاني كون اللي احنا اخدناهم في الجدول ده so that so as to in order two and two when order not to وهكذا ادخلنا فين ادخلنا في الجمل اربعة جمل رأسية نعم هو ممكن ترجع للجدول ده وتقوله كده على السراح كده ولا ما ييفحش انا جدوى اللي فات ده وقت عشان تكتبيه يعني ولا عشان ايه لا لا اجمع بس طب جمعي بس جاية من درس فما الحقتش اصلا احضر الله في الحل عبطول بس يعني استجابة يعني تمام انت لسه جاية من درس الوقتي انت لسه جاية من درس الوقتي يعني وسعت لما كده حليت معاك كنت لسه جاية بس عرفت يعني اجمع فاهمني بس اكيد اكيد حاضر بس يا سندوس انت عندك الكتاب اه عندي كتاب معاك يعني فاتح انت صفحة اربعة وخمسين اه تمام فاتحي طيب اكتبي كده ثلاثة ستة وعلي كده هو كتبه واحد وحللها وكتبي سبعة اتنين خمسة اربعة كتبي الارقام دي بس الاول انا اه انا كتبتها خلاص كتبتهم اه طيب انا عرفت لما في النفي بننفي ولو مش بنفي بس هننفي انا حضرت اللي فوق من اول اللي اللي فوق اللي احنا اتكلمنا بها خلاص اللي عادة ده خلاص واخترنا الكلمات من هنا وشوفنا الجاملات اللي كان فيها don't وقلناها ايه سؤال not to ايه 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 ده خلاص ده خلاص احنا هنا بقى هنوش دعب بالنفي مش النافي ويقول لي وصل بس الجاملات للبعض ده situation ده situation الموقف او الaction بالفعل وده ايه ده البربس ده الغرض ده الهدف فلما يقول هنا situation the blog has an earth strip the blog اللي هي الفيشة ده ها الهدف ايه earth strip بغرض الهدف منه ايه بقى اختار الجملة المناسبة انه بيوصل the rail to earth بيوصل الارض بتاع مين ايه ايه اثقاب ايه ايه خلاص انا قلت ايه مع ايه او امتاع نازل تحت هقول كده الجملة دي the blog has an earth strip to or in order to خلاص connect the drill to earth يبقى انا ربطت الجملتين هم بيهم الاولى والتالت مع بعض خب ممكن تسمعها بس كده to or in order to اه متساويين في نفس المعنى صح مع انت ما جيتش مقام الاول اهو الصفحة دي احنا شرحناها والله النقطة دي احنا شرحناها انت هترجع الفيديو يا صندس اه تمام هتلاقي نفسك تمام ان شاء الله هتلاقي نفسك تمام طيب مانسانو نعم انا طبعا هتتتو في اللي احنا اخر حاجة بنشرحها دلوقتي هتتتو حت اي حاجة تانية مش شرق وشلت الات شلت شلت لقيتو هتتتو وكلم مالت بالزبط كده ماشي سمع سمع في صفحة 56 برضو جدول تمام والراجل عايزني اوصله وبعد ده حاجة اسمها formal questions يعني ايه formal questions يعني السؤال اللي هو بيتقال في اللغة العربية الفصحة مثلا نقوله ايه لازم السؤال مكون من واحد اتنين تلاتة اربعة وفي informal questions بيتقال العامة عامة الناس بتقوله ازاي او بيتقال ازاي في السوق والاجابة يعني على سبيل المثال على سبيل المثال السؤال الفورمل اللي هو الرسمي قوي what is the function of the airbag ما هو الغرض ها من الوسادة الهوائية طبعا عايزي استئله عادي بقى كده ها نقوله ايه what is this for what is this for ورحة النقطة ولا بلسه ده سؤال الرسمي formal question what is the function of the airbag وده what is for برضو نفس المعنى ها ما هي وظيفة يعني ايه ده ده وظيفته ايه فحيقوله ايه ايه it protects the face and the body in a crash دي بتحافز او بتحمي الوجه والجسم من التصادق او فيه عملية التصادق طبعا number b بقوله what is the purpose ما هو الغرض of putting a dummy in the car من وضع الدومية في السيارة السؤال اللي هو informal بتاعه هيكون ايه why do you do that why do you do that يعمل بالزبط تمام هنلاقي so that we can see what will happen to the driver عشان نعرف ونشوف اللي ممكن يحصل في المستقبل للسائق لما يتعرض لعمل التصادق number c what is the definition of the speed sensor دا الفورمال تمام نيجي نلاقي السي هنا what exactly is this ما هذا هو دعي بالزبط تمام دا السي طيب it's a device which measures speed بتقيس الصور number d what material is the seat built constructed from المادة الخام اللي بتصنع منها لايه الحزام حزام الامان اللي بيبسه الساوك number d what is this made of مش معرضها قوي كده what is this made of دا d it's made of nylon دا مصنوع من النايلون ورحة شباب وهكذا دي محلولة كلام كله هيجيلكم دا pdf على الgroup بتاع التيلجرام وعلى الgroup بتاع الواتس محلول تحت اهو تمام وإيه الاسئلة التانية برضو محلولة برضو محلولة طب يا مصنوع برضو محلولة طيب برضو في امتحان اه هول هولك حاجة من الآخر كده يعني تاني بس ايه عشان ما بقاش الكلام رسمي ووقع في التذكير اشتركوا في القناة